مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج توك شو عندنا في مجال الإعلام في فلسفة اسمها فلسفة الإعلان يعني ايه فلسفة الإعلان؟ قد تكون البضاعة اللي معاك مسجاة رضيئة وقد تكون جيدة جيدة فلسفة الإعلان دي ممكن تخلي البضاعة أو الفكرة اللي عندك ممكن تخليها هي فكرة رضيئة ممكن تخليها فكرة حلوة جدا بل تكون أحسن فكرة في الدنيا وممكن تخلي فكرتك وهي جيدة أوحش فكرة في الدنيا الأساس هي الشركة الإعلان المصممة للفكرة نفسها بيدور على أي شركة إعلان توصل فكرته طيب النهاردة يعني حضرة بمثال مثال قبل أزمة كورونا ايه اللي كان بيتصدر المشهد؟ كان بيتصدر المشهد أصحاب المهرجانات والإسفاف وغير ذلك بعد كورونا تصدر المشهد زي ما قلت في حلقات سابقة الأطباء والعلماء النهاردة أنا معايا يعني شباب الشباب دول عملوا فكرة قبل أزمة كورونا في رمضان قبل كده كان رمضان معروف أنه هو يعني معروف بالروحانيات بالإيمانيات صلاة الترويح قراءة القرآن وربما تطرق في بعض المنافسات الرياضية في رمضان السنة دي لا الوضع اختلف لا حجر صحي التزام بالمنازل مفيش صلاة مفيش 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 حتى أقل شيء ممكن يعمل بهجة وهو المنافسات الرياضية غير موجودة طيب إيه اللي حصل؟ هنقعد سكتين؟ لا في فكرة طلعت فكرة بعض الشباب اتكرها والفكرة دي طلعة من مركز شباب بالاقتر الشرقية الفكرة دي طوروها ولكن يعني أولا عايز أرحب بضيوف الكراب الشيخ محمد علي بشير غزي من علماء الأظهر الشريف أهلا وسهلا مع حضرتك تشرفت بحضرتك معنا أيضا الأستاذ محمد حمدي الحفناوي المدير التنفيذي لمركز شباب بالاقتر الشرقية أهلا وسهلا مع حضرتك شرفتني ونورتني معنا أيضا الأستاذ المنشد الكبير الأستاذ مصطفى عبد المجيد أهلا وسهلا مع حضرتك شرفت بحضرتك جدا معنا أيضا المبتهل العملاق الأستاذ محمود عيد أهلا وسهلا مع حضرتك تشرفت بحضرتك معنا أيضا سوبرستار بالاقتر والصوت الزهبي لمركز شباب بالاقتر الشرقية عمرو معتو أغبر حضرتك تشرفت بحضرتك طبعا محمود عاطف منشد أيضا شرفتني ونورتني عايزة أرجع أولا للشيخ محمد عليه الشيخ محمد يعني النبي صلى الله عليه وسلم في كل الأوقات لا سيما الأزمات كنا يعني بنشوف لما قرأنا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان بيتصدر المشهد الشباب نعم إيه رأي حضرتك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله نبي لحسن سمته سمته العرب قديما زين الملاح إذا ذكر اسمه في مجلس طاب المجلس لذكره وفاح صلوا معي على صاحب الشفاعة المتوج بتاج الكرامة القائل فما أحسن كلامه أحاسنكم أخلاقا أقربكم مني مجلسا يوم القيامة والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبي الهدى ومصباح الدجاء محمد صلى الله عليه وسلم بداية كل عام وأنتم بخير باقتراب عيد الفطر المبارك ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا جميعا صالح الأعمال وأن يجعل جميع أعمالنا خالصة لوجهه الكريم كما نسأل الله عز وجل أن يرفع عنا البلاء والوباء إنه ولي ذلك والقادر عليه أما عن دور الشباب في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وبالخصوص في وقت الأزمات أقول بأن الشباب هم كالشمس للنهار والقمر للليل والنجوم للسماء يهتدي بهم الضال ويسترشد بهم الحيران فماذا لو كانت نجوم السماء مبعثرة لذا بداية أقول جزى الله كل خير من ساهم في أن يجمع الشباب وأن يستخرج منهم طاقات تنفع الناس تنفع الدين تنفع الوطن دور الشباب مع النبي صلى الله عليه وسلم كان دورهم بارزا ففي رحلة الهجرة أعظم حدث حدث للإسلام والمسلمين كان دور الشباب يمثل 90% من حدث النبي صلى الله عليه وسلم وعلى رأسهم علي بن أبي طالب رضي الله عنهم لما جاء المشركون حول بيت النبي صلى الله عليه وسلم يريدون قتل النبي لا غير من الذي نام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة وبنسبة كبيرة جدا النائم ستقطع رقبته لو دخل المشركون عليه دون أن يتحروا من هو ستقطع رقبته فلما دخل المشركون فوجدوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه فكان علي سببا في أن تنجح مكيدة النبي صلى الله عليه وسلم ليرد بها كيد المشركين وكانت مهمة علي أيضا رضي الله عنه هو أن يرد الودائع إلى أهلها من علي شاب من شباب المسلمين التي كانت تحمل الطعام وهي حبلة وكانت تصعد جبال مكة الشاثعة وتمشي في هذه الحرارة الملتهبة تخترق صفوف المشركين لو وجدها مشرك وهي ذاهبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه لقتلها دون أن يتردد كانت تحمل الطعام للنبي صلى الله عليه وسلم وأبيها أبي بكر إنها أسماء رضي الله عنها شابة من شبات المسلمين الذي كان يخفي أثر أسماء رضي الله عنها هو عامل بن فهيرة شاب أيضا من الناس الذي كان يلتقط الأخبار للنبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه هو عبد الله بن أبي بكر شاب من شباب المسلمين دليل النبي إلى المدينة عبد الله بن أريقت شاب أيضا من الناس الشاهد أن هذه الرحلة كان محتواها وسبب نجاحها شبابا أسسهم النبي صلى الله عليه وسلم على إبراز الطاقات وعلى إبراز المنفعة والخير للناس طيب أنا عايز أخذ من كلام خضرتك في الجملة عندما شايف الشباب واخذ حقهم في الوقت الحالي في الحقيقة أجد أن الشباب في كثير من المجالات أدوارهم مهمشة أدوارهم مهمشة حسن ودائما ينظر الناس إلى كبار السن حيث إن كبار السن لديهم الخبرة نتفق معكم في ذلك لكن هؤلاء الشباب إن لم نستعملهم فيما يفيد الدين ويفيد الوطن سيتحولون إلى قنابل موقوتة في مجتمعات الناس فلابد أن نلتقط كل صاحب موهبة لنستغله في هذه الأمور وخاصة في هذه الأزمات يا أستاذ مروان دعني أقول لك بأن المدينة لم تفتح برسول الله صلى الله عليه وسلم قد يستعجب المشاهد مما أقول المدينة لم تفتح برسول الله أقول نعم تقصد لم تفتح به واحد نعم بل فتحت برسول رسول الله صلى الله عليه وسلم شاب من شباب المسلمين قبل أن يدخل الإسلام كان يعيش في رغض من العيش حتى إن أهل مكة كانوا يعرفون بأن هذا الشاب قد مر من هذا الطريق لما يجدون من طيب ريحه ومن جمال منظره كان شبيه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الشاب أسلم وعصى أمه حتى يرضي ربه ورسوله صلى الله عليه وسلم فأرسله رسول الله سفيراً إلى ماذا إلى المدينة المدينة دي من يسكن فيها الأوس والخزرج دامت بينهم حروب طوال ومعهم طائفة ثالثة ألا وهي طائفة اليهود إذن الذي سيرسل إلى هذا الوطن ينبغي أن يكون ذا خبرة لماذا يرسل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشاب لأنه وجد عنده طاقة المنفعة طاقة المنفعة طاقة المنفعة والإصلاح ونشر دعوة الله عز وجل هذا الشاب الذي لا أصرح باسمه الآن أسلم على يديه سيدان من سادات الناس طيب الأول سيدا حضرتك تشويقا للسادة المشاهدين ننتظر باسم هذا الشاب ونذهب إلى شاب آخر وهو القارئ مصطفى عبد المجيد وهو من الشباب أيضا نتيح له الفرصة لكي يلقي على مسامنا آيات الذكرى الحكيمة تفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما يفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله حسنا الله إزاكم الله خيرا مصطفى أنت في سنة كان؟ الفرق الرابعة إن شاء الله كلية تربية ما شاء الله أزهر؟ أزهر ما شاء الله بارك الله فيك حضرتك بدأت مشوارك في الإنشاد أمتى؟ أول سنة لها في الجامعة كان بداية الموضوع بإذن الله طبعا الجامعة غير السنوية الإعدادية طبعا فيه منفتاح شوية تتطلع على أمور كثيرة من ضمن الحاجات اللي تطلعت إليها وطلعت عليها الإنشاد كانوا بيقولولي أن صوتك كويس بس ما كنتش عارف استعمله في إيه لما روحت الجامعة شفت بقى مسابقات الإنشاد في الجامعة في المؤسسات المختلفة شاركت في المسابقات الحمد لله رب العالمين كان ده بداية المشوار يعني طيب أنت يعني كنت بتحب المنشدين أو ما زلت بتحب يعني مين اللي حبيبك في الإنشاد أو بتحب مين في المنشدين وسواء أنت بتحب اللون الخليجي أو اللون المصري المصريين مع احترام إلا والعليهم الله يرضى عنك في مجال الإنشاد حتى هم عارفين كده يعني عندما يصعدونا المسرح هم بيقولوا كده يعني إحنا اللي صدرنا لهم الإنشاد ده ما شاء الله يعني أقوى مسابقة على مستوى الإنشاد مصابقة الشركة في الإمارات المقدم لما بيجي يقدم المنشد المصري بيقول يعني نذهب إلى البلد التي علمتنا الإنشاد الله فالمصريين طبعا لهم الفضل الأول طبعا لهم السابق في ذلك لهم السابق ما شاء الله بارك الله فيك عندنا المشاخ كتيري الشيخ محمد أمراني الشيخ نصر الدين طبار طبعا الجير الحالي عندنا بسم الله ما شاء الله برضو ناس كويس خالص تعلمنا منهم كتير الشيخ محمود فضل ما شاء الله نجد محمد طارق طبعا طبعا منشد الشارقة طبعا ربنا بارك فيهم احنا متعلموا منهم ما شاء الله بارك الله فيك دلوقتي بقى نروح للصوت الزهدي لمركز الشباب مركز الشباب قريد بل أقتر عمر معتوق يعني عمر معتوق يعني بسم الله ما شاء الله يعني له إطلالة غريبة يعني ما شاء الله بيدخلك جوة الأنشودة بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك يعني أنا شفته في في النهاية حاجة روعة أنا كده ما استمتعتش بصوته قد ما استمتعت بحركاته وسكناته واستمتعت إزاي هو بالحركات اللي بيعملها بينقل أو بياخدك لمكان تاني بعيد بعيشك الأنشودة عمر أنت في سنة كام أولا تلتة دات ما شاء الله يعني في سنة مبكرة جدا ما شاء الله ربنا يبارك فيه يعني عايز أسألك السؤال برضو أنت بتحب اللون المصري أكتر ولا بتحب اللون الخليجي أكتر والله اللون المصري حل ومفيش مشاكل بس في اللون الخليجي فيه نجوم كتير كبيرة يعني فيهم مثلا ميرزين حمود الخضر ناس جميلة أو يعني وعندنا في مصر هنا مبتهلين كبار احنا متعلوم منهم نصطلعين زيهم يعني يعني بسم الله ما شاء الله انت عندك يعني ليك في اللون المصري برضو ولكن انت حبيت اللون الخليجي أكتر تمام طيب أنا عايز حضرتك كده سمعني حاجة حلوة من عندك يا روح هنا صليتي وإلى الرحمات يتيتي يا روح هنا صليتي وإلى الرحمات يتيتي في خير بقاع الأرض في قلب النور مشيتي في خير بقاع الأرض في قلب النور مشيتي أرأيت سناه الغامر ومنابعه ورأيتي أمناء البيت الطاهر عشاق طهر بيتي من يخدم حرم هدى سلمات لله يدا إنه يلتمس دعاه وانا ساند لخطى من يخدم حرم الله هو مكرم بيت الله هو عون خليل الله في شرف وطهر بيتي يا روح هنا صليتي وإلى الرحمات يتيتي يا روح هنا صليتي وإلى الرحمات يتيتي في خير بقاع الأرض في قلب النور مشيتي هم جند طهر وماهم تشريفات ترفعهم جددت كياني معهم والدعوات تطالعهم بثواب وطهر بيتي يا من يتقلد نسكا ويجوب النور ومسكا كن دري الخطوات كثر طورك في مكا من أجل وطهر بيتي يا روح هنا صليتي يا روح هنا صليتي وإلى الرحمات أتيتي يا روح هنا صليتي وإلى الرحمات أتيتي في خير بقاع الأرض في قلب النور مشيتي كنت حبيبي والله بسم الله ومشاء الله بارك الله لك ونزاكم الله خيرا وأكرم الله والديك بارك الله لهما فيك عمر عايز أروع معاك لقصة المسابقة أنت إزاي دخلت المسابقة؟ ده أول سؤال إزاي دخلت المسابقة؟ أنا الصراحة ما كنت شرف إن أنا واشتربت فيه كان واحد صاحبي جار يعني في البيت دخلني فيه من غير ما أنا معرف فجابني في أول مرحلة وصور لي فيديو وأنا أبدعت فيه يعني وهم قابلوه بس أنت بسم الله ما شاء الله حبيبي يعني يعني أنت عملت حالة في المسابقة بسم الله إن شاء الله ربنا يبارك أولا في أنشأ المسابقة يعني أستاذ محمد حمدي حنجيله دلوقتي بس أنا شايف أنت يعني كنت متفوق حتى على نفسك بسم الله ما شاء الله أبدع وقل لي تاني يعني أسألك سؤال أنت إزاي بتستخدم حركات الإيد في الإنشات؟ ده الله سؤالي حير بس مش يحير ولا حاجة أو أنت يعني حركات إيدك بسم الله ما شاء الله يعني أنا بقول لك أنا عشت معاك في النهائي يعني بصراحة منشودة رائعة يعني أنت إزاي تعلمت المهارة دي؟ عادت مع نفسك ودربت نفسك كتير كتير جدا على الموضوع ده وإن لي وصلك للمحارة دي؟ ولا هي موهبة موجودة فيك من الأول؟ وأنا للفضل كله يرجع لربنا سبحانه وتعالى طبعا وأنا فعلا كنت بعض مع نفسك بس كم معي مساعد المساعد بتاعي يعني للفضل الكبير عليك من المساعد بتاعك؟ الشيخ محمد رجب محمد رجب؟ ما شاء الله ربنا يبارك فيك يرد له الفضل بب أنا أحسنت حبيبي أحسنت والله يجزاك الله خيراً أنت ذكرت اسم شيخة في هذا المجام ربنا يبارك فيه يا رب طيب عايز أروح للأستاذ محمد حمدي المدير التنفيذي لمركز شباب قرية بروكتر حبيبي أنت بسم الله ما شاء الله أبدعت في المسابقة دي ويعني جزاك الله عننا خيراً يعني إحنا يعني عشنا ثلاثين يوم يعني فضل يوم أولا ثلاثين يوم عيشتنا شهر بسم الله ما شاء الله نحن كان الفرض فينا مثلاً يخلص فطار وينزلي ويشوف مين اللي نزل في المسابقة عشان يدي صوته يقيم بسم الله ما شاء الله أحسن عايزة طلع بيك مثلاً يعني قبل ما يدخل في موضوع المسابقة إيه الدور المؤسسي اللي بيقوم بي مركز شباب في نهضة المجتمع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى أهل وصحبه من ولاة ثم مما بعد طبعاً افتداء كل عام ونتم بخير وأنا ليه الشرف كبير جداً بشرف ليه الشرف جزاك الله خيراً يعني ربنا يرفع عننا هذا الوباء إن شاء الله بإذن الله وتقبل منا صالح الأعمال أول حاجة فيما فهي مغلوطة كبيرة جداً جداً على أزهار الناس أول ما يذكر اسم مركز الشباب فدايماً تلاقي كورة كورة القدم يعني مركز الشباب يعني كورة قدم كورة قدم طبعاً إحنا حبينا نبين وده الأصلي يعني مركز الشباب مش نشاط رياضي رياضي فقط ده نشاط ثقافي ونشاط فني ونشاط اجتماعي ونشاط كتير جداً وديه كانت البداية اللي حصل في المسابعة ديه كانت البداية ده غير إن مركز الشباب بالأطر الشرقية يعني التابع لأدارة أبو حمص ومدريت البحيرة دي مش أول مرة يتفوق بالنسبة للبلد بس لا المركز كانت بدايته من فضل الله عز وجل من أعوام كتيرة هو واخذ الإشهار 1976 ستة وسبعين في كل الفترة دي كلها كان فيه أنشاط كتير جداً بس من ستة وسبعين لحد دلوقتي يعني إحقاق للحق ما شفتش نهضة ولا شفت تطور ولا شفت إزدهار في مركز الشباب القرية قريت بالأقطر إلا في هذه الفترة يعني أشكر القائمين على المركز الشباب رسولهم الأستاذ هشام جمعة يعني بسم الله ما شاء الله يعني يعني يكفي إنه أعطى فرصة للشباب أنا عايز أقول لك إن عضاء المجلس كلهم أستاذ رابح والأستاذ حامد والأستاذ عبدالله وأشرف ومحمود كلنا كنا أيد واحدة كلنا نتشاور قبل أن نبدأ أي حاجة بس اللي نعز أقوله لك إن المرحلة اللي فاتت ديت أو المرحلة اللي فيها مجلس الدراء دلوقتي أنا من 2013 خدنا المركز الأول في 2013 خدنا المركز الأول عمستوى الجمهورية في القرى الكريم ما شاء الله وكنا رحنا للمحافظة البحر الأحمر وكان التكريم هناك في الغرداء الفترة الأخيرة ديت كان فيه مسابقة اللي هو الدور الثقافي مركز الشعارة الرابع عمستوى الجمهورية على فكرة الدور الثقافي أنا أنا كنت شاهد عيانا على هذا الموقف كان يعني الدور الثقافي ذهبنا إلى مكان بعيد جدا في الدور الثقافي ما أنا أقول لك أنا خدنا الأول على الأب حمص ثم الأول على ضمنهور ثم الرابع على الجمهورية ده حد ذاته يعني ده جز كبير جدا يحسب لمجلس الإدارة وطبعا ويحسب أيضا لإدارة أبو حمص الحج مصطفى الديب ربنا يحفظه إذا أولا خيرا أيضا المديرية الدكتور إبراهيم خضر ربنا يحفظه بارك فيه المفاهيم دي أو المسابعة دي أعطت طابع أن المركز الشباب ليس منوطا بكرة القدم رياضة فقط أو بكرة القدم فقط أيضا إعطاء الفرصة للشباب بيدل أن الشباب أصلا والمرحلة دي هم اللي هم الراية لا يغفل أبدا عن عن الكبار أو يغفر عن عنصر الخبرة بس عايزة أقول لك أن دور العمل المؤسسي أربع حاجات ودي مهمة جدا أي عمل مؤسسي مش مجرد العمل مركز الشباب بس أي عمل مؤسسي أول حاجة يكتشف يكتشف والاكتشف دي محتاج بحث بسم الله مشاء الله تاني حاجة يوظف والتفظيف محتاج عقل تالت حاجة ينمي والتنمي محتاجة حكمة رابع حاجة يتابع والمتابعة محتاجة صوت بسم الله مشاء الله احنا عندنا في علم التربية بيقول لك أن من لا يملك المتابعة لا يصلح للتربية أنت لما تكتشف موهبة وتسيبها هياخدها غيرك بالضبط خلاص تمام؟ وده الحاصل دلوقتي لما بيجي عندنا مثلا حد مكتشف أو حد مختارع ويظهر في مكان معين إيه اللي بيحصل؟ ما بيلاقيش الإمكانية اللي تساعده في المكان اللي هو فيه مع أول فرصة بإمكانية معينة بيبتدي إن هو إيه؟ يظهر ويكون موجود ده دور بقى مركز الشباب عندنا أو ده دور مركز الشباب على مستوى الجنهورية كلهم لو إن الموهبة أو لو إن الشاب بمرحش المفروض إحنا ينزل إيه؟ نزل نجيبه مركز الشباب مفتوح للناس طول اليوم مفتوح للناس على مدار العام أي حد عند موهبة مش مجرلة كرة أنت زي ما حضرتك قلت في البداية إن كنا دايما رمضاني على دور رمضانية كرة علشان الظروف أو علشان كورونا الموجود إحنا غيرنا المفهوم غيرت المفهوم بصراحة يعني ده غير كمان دي من حاجات يعني الحاجات اللي سببها في كورونا حاجات حلوة الفضل أرب ضرت نافعة نشأل إحنا قلنا أول حاجة البعض الاكتشاف محتاج للبحث تاني حاجة التوظيف التوظيف لو ما كانش صح أضراره أكثر مما نافعت الزبط دي نقطة مهمة جدا لو وظفت موهبة أو وظفت إنسان في أكثر من أو في مكان غير مكانه وزي ما قلت لك التوظيف محتاج إيه؟ عقل أنت المفروض بتبص للموهبة ده وتشوف موكانها فين وتوظفها قررتها التنمية الموهبة لو أنت وظفتها في مكان معين وفضلت ثابتة زي عمرة مثلا بعد صغر سنه فضلت ثابتة مكانها موهبة فضلت زي ما هو عمره ما حينم من نفسه ده لازم فيه يعني تنمية المتابعة المتابعة الأخيرة بقى اللي تتاجي صبر إنك تتابع تنميه وتتابعه مرة واثنين وثلاثة عشان كده إن شاء الله بإذن الله المسابقات مش هتوقف مش هتوقف ده كمان وعد إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله كان الشيخ تكلم الشيخ محمد تكلم عن استغلال الطاقات أنا عايز أضيف للنقطة دية إن الطاقات نقطتين مهمين طاقة بشرية اللي هي الطاقة الجسدية ودي بنستغلها في كرة الخدم وكلام ده كله وطاقة عقلية وده اللي احنا نفزناها على الجروب على أرض الواقع اللي هو استغلينا المنصة بدل ما بقت إن الناس بتتابع الفيس بدأت إن التابعوا لحاجة مفيدة لحاجة مفيدة تسمع ابتهال تسمع صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تسمع قرآن تسمع وده ساعد بصراحة يعني إن ساعد في إنجاح المسابقة جروب سقبل أفتر بحر جاء الله خيرا يعني يعني طيب مشاهدي الكرام هنخرج إلى فاصل وارجع لحضراتكم مرة أخرى هاني حاب يعمل خير هو عمراته فقرروا يتبرعوا لجمعية إنقاذ حياة طفل لأنهم سمعوا عن نشاط الجمعية في توفير حضانات للموليد لغير المقتدرين هاني لما راح مقار الجمعية اتفاجئ إن الجمعية على مدار عشر سنين قامت بعلاج أكتر من 30 ألف طفل مريض 10,000 عملية ألب 8,000 عملية مخ وأعصاب 2050 حوادث طرق وعناية مركزة 2000 حالة أورام 1500 جهاز طبي للفقراء 500 طرف صناعي كفالة تعليم 10,000 طفل من أسر المرضى سداد ديون أكتر من ألف غارمة ممن عليهم أحكام 100 مشروع متناهي الصغر كل ده تم بعد بحث الحالات بدقة من الفريق البحسي للجمعية المتخصص في بحث مدى استحقاق الحالات هاني ومراته جابوا زمائلهم كمان يشاركوا في الخردة انت كمان ما تحرمش نفسك من الأجر من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون شارك معانا ولو بالأليل بنت مصر فرع إزيس مشاهده الكراب ورجعت لحضراتكم مرة أخرى بعد الفاصل يعني بسم الله ما شاء الله الأستاذ محمد كان بيتكلم على فلسفة جميلة جدا 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 وجزاء الله خيرا يعني أنا الناس دي ما جاتش هنا لمجرد التكريم بس الناس دي جات هنا عشان الفكرة اللي هم عملوها تتنقل لكل ربوع مصر مش عشان هم مثلا أولاد بلدي نكرمهم فقط لا أنا عايزين الفكرة أصلا اللي عجبت ونالت استحسان الجميع لا أنا عايزينها تنتقل لكل ربوع مصر وتنتقل للوطن العربي إن أردنا يعني بسم الله ما شاء الله جزاك الله خيرا على يعني الفكرة وعلى الأسلوب وعلى الطرح وعلى العرض ما شاء الله هنروح على طول للمنشد محمود عاطف حبيب أنت في سنة كام؟ ولسنة إن شاء الله ولسنة أزهر؟ ماشاء الله ربنا يبارك يا رب دخلت مجالة الإنشهاد إنت؟ البداية كانت في الإزاعة طبعا إزاعة المدرسية كنت كنت مسأتر إزاعة المدرسية طب مسأتر إزاعة المدرسية ليه؟ لأ كان كتان أصلا مش بحب أي ظهور كده وكنت عندي الرهبة من ظهور ده خلي بالك في حد في البيت عندك بيتفرق ربنا يبارك فيه يا رب أنا كان عندي الرهبة من ظهور في أي حاجة قدامي الناس خوفه كده بس طبعا في ناس بدأت تستحسن صوته وتقول يعني نفوته حلوم وأطلع في الإزاعة وكده طبعا في البداية كانت بتبقى في القرآن وبعد كده لقيت مسابقات إنشاءت بأي المعد طلحت فيها وبعدها بعد كده طلحت أنا وعمر طلحت أنا وعمر والموضوع بقى بقينا مع بعض يعني في الحاجات دي يعني أنتو أصلا تيم واحد تيم وورك ما شاء الله وأي حفلة في المعد مثلا كانت لتكريم أسد زي اللي هم المتخرجين اللي هم طلعين يعني للمعاش طلعت برضو فيها أنا وعمر ما شاء الله وكانت في معرض الكتاب الدولي ما شاء الله اللي هو الفر اللي هو في ضوانهور برضو طلعت فيها وعن الحمد لله فالوضوع كان بدايتهم من الزاعة المدرسية ما شاء الله ربنا يبارك فيك طيب عايزين حاجة كده حلوة من عندك هتسمعنا إيه المسكوفاح المسكوفاح بس المسكوفاح دي حلوة أول منك بالذات ههههه هتفضل حبيب المسكوفاح المسكوفاح لما ذكرنا رسول الله والنور ولاح النور ولاح لما حضرنا أبا الزهراء أشكي لي مين وقد وحالي الله الله وأقول لي مين النبي غالي الله الله إيه اللي غير أحوالي غير الغرم لرسول الله المسكوفاح المسكوفاح لما ذكرنا رسول الله والنور ولاح النور ولاح لما حضرنا أبا الزهراء طول عمري بات من أشوفك وانظر جمالك وأبوسك طول عمري بات من أشوفك وانظر جمالك وأبوسك صبرت نفسي بات من أشوفك وانظر جمالك وانظر جمالك أبا الزهراء وانظر جمالك أبا الزهراء وعطي لكل محب مناه المسكوفاح المسكوفاح ووالدة فردو كنت تشجعني في الموضوع وهي أصلا أول حد قال لي الصوت حلوة كده ما شاء الله ربنا يبارك فيهم يا رب وبرك لهم فيك يا رب حننتقل على طول المبتهل الكبير طبعا العملاق بسم الله ما شاء الله يعني لما سمعت صوته في الابتهال يعني بسم الله ما شاء الله كان حاجة جمدة جدا المنشد محمود عيد ممنشد ولا مبتهل 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 تمام طب أنا عايز حضرتك بقى ايه أولا أنت أنا يعني سمعتك في ابتهال الشيخ نصر الدين طبار تمام أنت حبيت اللون المصري يعني واضح صح صح حبيت اللون المصري بسم الله ما شاء الله طب ندخل على طول على الإنشاد وبعدين نتكلم بعد الاتهال فضل حبيت سبحان الذي بسط الأرض على ما إن جامت سبحان الذي أوصل موسى ولدا بغير أم تبارك منزل القرآن للأرواح تأمينا تبارك منزل القرآن للأرواح تأمينا سنحفظه ليحفظنا ونرويه ليروينا سنحفظه ليحفظنا ونرويه فيروينا سراج النور سراج النور في القرآن سراج النور في القرآن قبل الشمس يهدينا سنحفظه ليحفظنا ونرويه فيروينا سراج النور في القرآن قبل الشمس يهدينا لأجل الدين والدنيا لأجل الدين والدنيا به نرقو الهدى يا رب ما شاء الله يعني رائع طيب امتى دخلت مجال الانشهاد برضى او مجال الابتهال انا الابتهال انا كنت بابتهل دايما انا عنا طول مع نفسي مع نفسي بس طبعا لما الشيخ محمد قامل المسابرة ودخل فيها واحد واثنين وثلاثة شجعك الشيخ مصطفى اللي شجعني مصطفى يعني مصطفى اللي شدك اه هو اللي قال تعالى مصطفى دايما عفريك ما شاء الله يعني مصطفى اللي قال لك تعالى هو اللي قال لسجل وكذا طب من اللي صورك هو بضع هو بسم الله ان شاء الله ربنا يبارك يعني احسنت يعني جزاكم الله خيرا عايز ارجع بعد كده لفضيلة الشيخ محمد حضرتك كنت بتتكلم عن دور الشباب مع النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وكنت ذكرت قصة احد الشباب تفضل احد الشباب اللي هو سفير رسول الله الى المدينة صلى الله عليه وسلم ارسله النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة لما وجد فيه من نور الايمان ومن براعة الاستهلال ومن حسن المنطق وحلاوة اللسان ما شاء الله فلما جاء الى المدينة اسلم على يديه سيدان من سادات الناس اما الاول تنزلت الملائكة لتسمع منه القرآن تنزلت الملائكة لتسمع منه القرآن الله ولولا انه خاف على ولده لغل يقرأ القرآن وقال له النبي لو استمريت على كراءة القرآن لأصبح الناس يشاهدون ملائكة الرحمن الله أكثر وأما الثاني لما مات شهيدا رضي الله عنه اهتز لموته عرش الرحمن الأول وسيد بن حضير طبعا والثاني سعد بن معاذ رضي الله عنهم أجمعين ما شاء الله أسلم على يد من أسلم على يد شاب شاب أيضا من شباب المسلمين الله أكبر هذه هي بركة استغلال الشباب استغلال الطاقات استغلال الشباب وتوجيه الطاقات في المكان الذي يليق بهم كما تفضل الأستاذ محمد الحفنوي بهذا الأمر فمهد الطريق للنبي صلى الله عليه وسلم فلما هاجر النبي وإن كانت المدينة مفتوحة قبل هجرته إلا أن النبي أزاد إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم زود النور وزود الإيمان والإسلام ومهد الطريق إلى الدعوة في جميع ربوع الأرض السبب في تمهيد هذا الطريق من شاب من شباب المسلمين أنزل الله فيه قوله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه تخيل الله ينزل القرآن يتلى إلى يوم القيامة في شاب من شباب المسلمين ما أنزل الله هذا القرآن إلا ليعطينا رسالة فحواها اهتموا بالشباب يرحمكم الله الله عليك من المؤمنين من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر من هذا؟ إنه مصعب ابن عمير رضي الله عنه هذا هو دور الشباب وهذا هو استغلال النبي صلى الله عليه وسلم لطاقة الشباب أقول للشباب جميعا أنتم ملح البلد أنتم ملح البلد فمن يصلح الملح إذ الملح فسد أقول للشباب جميعا قاعدة من ضمن القواعد حتى لا يستقل الشباب بأنفسهم تمام ولا يتهاون أحد بشأن نفسه تمام أنتم ملح البلد أنتم ملح البلد فمن يصلح الملح فمن يصلح الملح إذ الملح فسد الله عليك وأنتم نجوم السماء يحتدي بكم الضال ويسترشد بكم الحيران فماذا لو كانت نجوم السماء مبعثرة فمن سيهدي الضال ومن سيرشد الحيران فالشباب هم قنادير الله في الأرض شرط أن يسيروا في تقوى رب العالمين ألافستك إلى المولى سبيلا ولا تجعل سوى التقوى دليلا وسر فيها بجد وامتهاد تجد فيها المنى عرضا وطولا ولا تركا إلى الدنيا وعول على مولاك واجعله وكيلا وإن أحببت أن تعتز عزا يدوم فكل الله عبدا ذليلا يرفع الله مقامك في الدنيا والآخرة الشباب يا أستاذ مروان هي أخطر مرحلة في عمر الإنسان طبعا ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع وفي رواية عن خمس من هذه الأربع أو من هذه الخمس عن عمره فيما أفنه وعن شبابه فيما أبله ودعني أسأل سؤال أليس الشباب مرحلة من مراحل العمر؟ بلى فلماذا خصص النبي صلى الله عليه وسلم مرحلة الشباب واصطفاها من سائر العمر؟ كأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقول إن مرحلة الشباب هي مرحلة القوة ويستطيع الإنسان أن يحقق في شبابه ما يعجز أن يحققه في قهولته ولذلك تقول حفصة بنت سيرين طيب الله ثراها قالت إن العمل يا معشر الشباب يا معشر الشباب إن العمل في الشباب مصدره القوة وإن نور الشمس في آخره ليست كنور الشمس في أولها أي في أول النهار أكثر وقت تتوهش فيه الشمس وينتشر ضوءها هو وسط النهار وهي مرحلة الشباب وهي مرحلة الشباب طيب عشان ما نطولش على السادة المشاهدين عذرا سيدي يعني نخرج لفاصل قصير ونرجع لتسليم الجوائز هاني حاب يعمل خير هو ومراته فقرروا يتبرعوا لجمعية إنقاذ حيات طفل لأنهم سمعوا عن نشاط الجمعية في توفير حضانات للمواليد لغير المقتدرين هاني لما راح مقار الجمعية اتفاجئ إن الجمعية على مدار 10 سنين قامت بعلاج أكتر من 30 ألف طفل مريض 10.000 عملية ألب 8.000 عملية مخ وأعصاب 2050 حوادث طرق وعناية مركزة 2000 حالة أورام 1500 جهاز طبي للفقراء 500 طرف صناعي كفالة تعليم 10.000 طفل من أسر المرضى سداد ديون أكتر من ألف غارمة ممن عليهم أحكام 100 مشروع متناهي الصغر كل دا تم بعد بحث الحالات بدقة من الفريق البحثي للجمعية المتخصص في بحث مدى استحقاق الحالات هاني ومراته جابوا زميلهم كمان يشاركوا في الخردة انت كمان ما تحرمش نفسك من الأجر من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون شارك معانا ولو بالأليل بانك مصر فرع إزيس موسيقى موسيقى مجدد الكرام ورجعت لحضراتكم مرة أخرى بعد الفاصل ورجعت اللحظة الحاسمة لحظة تسليم الجوائز إن شاء الله المركز الأول بحمد الله فاز به عمر معتو علام ما شاء الله جزاكم الله خيرا على هذا الجهد العظيم وإن شاء الله يسلموا الجيزة لفضلة الشيخ محمد علي تفضل الشيخ محمد تفضل حبيب عمر افتح لنا ألف مبروك عمر افتح لنا تفضل حبيب احسنت يا عمر بارك الله فيك حبيبي المركز الثاني المنشد الكبير طبعا العملاق يعني صوت قريتنا طبعا المنشد عوض جمعة سلاموا عنه المنشد مصطفى عبد المجيد تفضل حبيبي تفضل الشيخ محمد سلم هنا وزيكم الله خير احسنت فضل حبيبي في مركز ثالث لا لا تمام عايزة أوجه آخر كلمة فضل عايزة أوجه أتوجه في الشكر يعني والتقدير ابتداء لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي ربنا عفوظه بارك فيه على دعم وإسهامه الكبير جدا في التقدم بمراكز الشباب على مستوى الجمهورية ووكيل الوزارة الأستاذ الدكتور إبراهيم خضر ربنا عفوظه بارك فيه أيضا كل الجهد ده كان تحت عياته وإدارة الشباب والرياضة بابو حمص الحق مصطفى الديب ورئيس مركز الشباب يعني رئيس مجلس الإدارة الأستاذ الشام جمعزاكي وإلى أعضاء مجلس الإدارة كلهم الأستاذ حامد عبدالله غزي والأستاذ عبدالله السيد راغي والأستاذ أشرف السيد والأستاذ محمود محمد موسى كلنا إيد واحدة في فضل الله عز وجل وكان لهم كل فضل بعض الله عز وجل في أن المسابقة توصل للدرجة ديت أحسن أنا بس كنت عايز إنصافة للحق فكرة المسابقة معلش إحنا الوقت خدنا كان نفسي أتطرق مع الحضرتك دمال ليشكر الناس لا أشكر الله عز وجل عشان وحنا على الهوى كمان أقول يعني فكرة المسابقة ما كانتش من تلقاء نفسي أنا بالعكس تمام محمود عاطف جزاء الله خيرا هو الفكرة جاءت من عندك وقال لي إحنا عايزين نعمل حاجة نغير بيها شكل رمضان السناني عشان أزمة كورونا وكده بدأنا أن نحن نتشاور في الموضوع ده لحد ما اعتددنا وخدنا الله عز وجل للفكرة وأصبحت زي ما أنتشايف إزاكم الله خيرا طرعا في جنود كتيرة جدا مبهولون تمام حبيبنا شيخ محمد علي في نور صديقة نصيح للشباب يعني لا أجد أفضل من قول الله ولقد وصينا الذين أوتوا الكتابة من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله والسم والطاع فمن اتقى الله وقاه أسأل الله أن يحفظ شباب المسلمين إزاكم الله خيرا يعني بصراحة يوم رائع يوم جميل ولكن عايز أوجه الشكر من هنا طبعا لأحد شباب القرية الأستاذ عبد المجيد عبد المجيد الخياط لكن يعني ما سافش الوقت أن يكون معنا هو إف الكوليس بره جزاو الله خيرا على حضوره وشرفنا يعني بالحضور يعني ختاما أنا عايز أقول حاجة بسيطة جدا يعني ألخص كل اللي تقال في الحلقة كل اللي تقال في الحلقة أن الشباب دورهم مش أنه هو يتسكى على النواصي وأنه هو يلاحق الفتيات وأنه هو يبيع حشيش أو برشان على النواصي لا دور الشباب العمل الإنتاج دفع البلد للأمام دورك حبيبي مش أنه أنت تسخر بعد الشباب الأصغر منك أنه هم يبيعوا المخدر للناس في الشوارع دورك حبيبي أنه أنت تنتج دورك حبيبي أنه أنت تقوم بنهضة البلد دي اللي خيرها علينا كلنا دورك حبيبي أنه أنت تعبد الله عز وجل وتتق الله عز وجل في كل أقوالك وأفعالك مشاهدي الكرام في نهاية هذه الحلقة لا يسعوني إلى أن أشكر ضيوفي الكرام الشيخ محمد علي بشير غزي من علماء الأظهر الشريف شرفتني ونورتني وأمدعتني إزاكم الله خيرا منشد مصطفى عبد المجيد شرفتني حبيبي المنشد محمود عيد شرفتني حبيبي والله إزاكم الله خيرا المنشد محمود عاطف شرفت بحضرتك جدا 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 طبعا الصوت الذهبي وعريس الليلة زي ما بيقوله عمر معتوق علام شرفتني النهارده ونورتني إزاكم الله خيرا طبعا حبيبي الأستاذ محمد حمد الحفناوي المدير التنفيذي لمركز شباب الأقطر الشرقية شرفتني ونورتني شرفتونا وأمدعتونا ويعني جزاكم الله خيرا مشاهدي الكرام في نهاية هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أشكر حضراتكم على حسن المتابعة أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته